أن الإنسان المتزن لازم يعيش شوية حافي إيه يعني يا حافي؟ أنه يعيش حافي من الألقاب حافي من أنه ياخد كل حاجة على كرمته حافي من أنه يستوفي على الناس ولازم تعيش بحقيقة أن أنت عبد فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بصل الصحابة فصحابي من هيبة رسول الله ومن جميع رسول الله فزع فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل قضي ده في قريش ومرة لما يجوا يكلموه هو يعني وكأنهم عز عليهم أن الرسول لا يعود نفس عادتهم ويأكل بنفس طريقتهم فإلا إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش معاهم في تفاصيل حياتهم زي أي واحد منهم وما إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم القدوة الحسنة ويفتح لهم فصلا في مدرسة المحبة ومدرسة الود ومدرسة الرحمة ومدرسة الجمال اللي هي المدرسة المحمدية مدرسة حضرته صلى الله عليه وسلم مدرسة اللي مليانة نور ورحمة وخير وجمال فيعلمهم في الفصل ده إزاي الإنسان يصل إلى أنه حافظ على كرمته بالبساطة كثير من الناس مش عارفين أنه من أهم الأصول التي نحافظ بها على كرمتنا البساطة فإن اللي حصل فالبساطة دي تجعلنا أقرب إلى الناس تجعلنانا وكأننا وضعنا بساطة للناس عشان يدخلوا ويتقابلوا معانا ونتحب في الله يبقى لازم نعرف أن الأصل في العلاقات الفضل مش العادل فالفضل يا سيدي بيؤسر القلوب فأنت لو عايز تعمل علاقة بينك ومن حد تاني خليك صحب فضل لما تكون صحب فضل العلاقة يبقى فيها حالة من حالات السعادة الناس تبقى حبة أنها تقعد معاك لكن إحنا عندنا ظاهرة أفسادت علينا علاقتنا وهي بزنسة الأخلاق يعني إيه بزنسة الأخلاق إن الواحد لما يجي مارس الأخلاق لازم تكون بمقابل الأخلاق يا سادة لا تو بزنس الأخلاق والقيم شيء غير محدود الأخلاق والقيم مطلقة إحنا اللي خلينا الأخلاق والقيم عبق علينا لما حولناها إلى بزنس لأن العيش بالقيم مطلق بترحمنا من كل فرز بيفرزه الإنسان لكن أنت لما تخلي العلاقات بزنس لازم تفرز كل واحد وتدي كل واحد على قده لكن إنت لو إنك إنت خليت الأخلاق مطلقة وتعملت مع الناس بالأخلاق ما بقىش عندك تكلفة بقت الأخلاق غير مكلفة لأن أنت مش شايف الناس أنت شايف رب الناس وأنت بتتعامل مع الناس سعاد الشخص اللي بيبالغ في الحفاظ على كرامته بيكون ده من باب الغرور اللي عايز الناس تحبه من غير ما يحب الناس ويحسسهم لما يتعاملوا معاه أنهم لازم إيه اللي حاصل؟ يضربوا له تعظيم سلام فيحس أنهم بيهنوا عشان بيحسسهم أنه أفضل منهم فهم هيحاولوا يفهموا أنه مش أفضل منهم فيحس أنهم بيهنوا حقيقة مهمة جدا جدا لازم نعيش بيها في حياتنا أن العلاقات فضل من الله وليست فضلا منك العلاقات رزق بلاشت من بيها على حد بلاشت تقول له أحمد رب أنت بتتعامل مع حد جدا ما تحسسوش أنه يحمد ربنا أن أنت بتتعامل معاه ده أنا آسف يعني نوع من أنواع كفران النعمة أنت بتكفر بنعمة اللي النعمة دي من عند الله هو ربنا ولي ماذا حفظ على قلبك ففي العلاقات فيها شكران لنعمة العلاقات وفي كفران لنعمة العلاقات كفران نعمة العلاقات لما يفضل الواحد يفعص في العلاقة لكن شكران النعمة أنها لما تجيله يسعد بيها ويستثمرها مش يقعد يفعص فيها أنا أقول لكم شوية إجراءات كده ممكن أول نعملها عشان نعيش في علاقاتنا وفي حياتنا نعيش بإيه؟ بين العلاقات دي نعمة ورزق ونعيش بإن العلاقات دي نعمة ورزق ونحصل إيه بقى؟ ويحصل فتح من ربنا أول حاجة أني نلتمس العذر للناس وما نفتش للناس وما نقفش للناس على الواحدة وما نفتش في نواياهم وما نعملش ده تحت شعار الكرامة لأحنا كده للحقيقة يعني ده أكثر أقصى درجات الوظهور الكبر حاجة تانية حاجة إن إحنا نادي أحبابنا بأحب الأسماء لقلوبهم حتى لو كان الأسماء دي أسماء فيها دلع وإن إحنا نحافظ على احترامك لكل من تقاب كل حد تقابله حافظ على احترامك ليه حضرت النبي كان صلى الله عليه وسلم بيحب ده وبيحافظ عليه إنه وينادي على الناس بأحب أسماءه تالت حاجة لما يزيد عليك النار الإحساس إن حد تعد على كرامتك ناجي مولاك سبحانه وتعالى مناجاة أنا بسميها مناجاة الإبراد أو التبرد ليبرد الله سبحانه وتعالى فؤادك قول يا سيدي لقد رأيتني خائفا من المهانة متحاشيا أن تداس كرامتي وكل هذا كان من وهمي ومن أسري لنفسي فرأيت قلبي يبكي دما وأنا أتحصر على من فارقتهم لا لشيء إلا لأنني اتهمتهم ظلماً وبهتاناً بأنهم يؤذون كرامتي فيا كريم يا حفيظ يا ولي احفظني من غواية نفسي وأبرئني من لهيب مشاعري وأوقفني وأوقفني تحت برض محبتك حتى أحب الناس ولا أراهم إلا باباً من أبواب رحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك وبرحمتك في كل وقت محيم